مرحبا بكم متابعين الأوفياء موضوعنا اليوم عراض البويضة التالفة تحدث البويضة التالفة عندما تنغرس في الرحم ولكنها لا تتطور إلى جنين وهو سبب رئيسي لفشل الحمل المبكر أو الإجهاد وغالبا ما يحدث مبكرا لدرجة أنك لا تعرفين أنك حمل وتتشكل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ومع وجود البويضة التالفة ربما تكون قد عانيت من علامات الحمل على سبيل المثال ربما تكون قد خضعت لاختبار الحمل الإيجابي أو فاتتك الدورة الشهرية ثم قد يكون لديك علامات الإجهاد مثل المغص، نزيف، وألم شديد أكثر من المعتاد تعرف معظم النساء حدوث البويضة التالفة عندما يظهر فحص الموجات فوق الصوتية للجنين كيس الحمل الفارغ فقد تغاني بعض النساء من نزيف شديد مثل التشنج والمغص وهي علامات شائعة للإجهاد وسيؤكد لك الطبيب حدوث إجهاد البويضة التاليفة في الموجات فوق الصوتية حيث يشار إله بواسطة كيس الحمل الفارغ في حالة الحمل المبكر قد ينصح الطبيب المرأة بالانتظار لمدة أسبوع ثم القيام بتكرار الموجات فوق الصوتية فقد للتأكد من عدم وجود الجنين ومن الجدير بالذكر أنه إذا كنت تشعرين بأي من هذه العلامات فربما تعانين من الإجهاد لكن ليس كل النزيف الذي يحدث في الأشور الثلاثة الأولى ينتهي بالإجهاد لذا عليك التأكد من مراجعة الطبيب على الفور عند حدوث البويضة التاليفة لا تنقسم الخلايا أبدا إلى درجة تكوين الجنين أو قد يتوقف الجنين عن النمو بعد وقت قصير جدا من انغراسه في الرحم عادة ما تساعد اختبارات الدم المبكرة في معرفة إذا كان الحمل يتقدم بشكل طبيعي نتيجة استمرار هرمون الحمل في الارتفاع مع التطور المشيمة حتى ولو لم يكن الجنين موجود وغالبا ما تحدث البويضة التاليفة لمرة واحدة ويوصي معظم الأطباء الأزواج بالانتظار ما لا يقل عن ثلاث دورات شهرية منتظمة وذلك قبل محاولة الحمل مرة أخرى ولا يوجد طريق لمنع حدوث البويضة التاليفة عادة ما يوجد بعض الأزواج الاختبارات الجهنية في حالة حدوث حالات إشغاض متعددة